أهلا وسلام بحراتكم وحلقة جيدة من بلنامج أطفال إيجيب وبركز على كل ما يهم الطفل نخلق الموقع الأكتروني www.atfalegypt.com ضيفي النهاردة هو الطبيب الطيب هو الجراح الناجح هو أيقونة أخلاقيات مهنة الطب في مصر والوطن العربي اسموهنا رحب بالأستاذ الدكتور محمد الديبيكي أستاذ جراحة الأطفال وأصلاح العيوب الكلقية كلية الطب جامعة عين شمس أهلا وسلام الدكتور أهلا وسلام بجي أهلا وسلام بحراتكم في الحقيقة عايزين نبدأ دلوقتي بإن إحنا نصحح مفهوم عند الناس كلها إن جراح الأطفال بيدخل أثناء فترة الحمل مش دوره بييجي بعد الولادة اه كويس هو تعريف في جراحة الأطفال إنه هو تعامل الجراحي مع الأطفال في السن من كام لكام ففي الأول كان التعامل بتاع جراحة الأطفال من سن صفر اللي هو عند يوم الولادة لسن 12 سنة بعد كده تم ضم آآ فترة المرهقين اللي هو حد سنة 18 سنة وبعد كده بدأت التطور الكبير جدا مدخل آآ فترة الحياة الجنينية آآ السؤال الحالك بتسأله عن الفترة الحياة الجنينية فترة الحياة الجنينية عندنا بدأت القصة فيها بالتطور الكبير جدا في آآ متابعة الحمل والأشعات الموجات الصوتية والتعرف على العيوب الخلقية وتطور الطفل وهو جنين بدأ يتطور فبالتالي دي أصبح دي حاجة مهمة جدا عشان خاطر غالب العيوب الخلقية اللي هنتعرف عليها هنبقى جاهزين لها ومستعدين لها لما الطفل يتولد سيكون محتاج تدخل جراحي مباشرة عند الولادة أو متابعة آآ متقاربة عشان خاطر نقدر نحافظ على الوضع الآمن بتاعه كمان دلوقتي الموضوع بيتقدم بشكل كبير جدا إن هناك بعض التدخلات الجراحية خلال فترة الحياة الجنينية يمكن لسه مش واخد صدى كبير جدا في كل حتة في العالم نتيجة صعوبة توفير حاجات ليها لكن آآ يعني هي لازالت في طور التطور أعتقد فيها غضون سنوات هيكون عندنا قطاع كبير جدا من العيوب الخلقية بيتم علاجة في فترة الحياة الجنينية تمام طيب برضو نحب ندي فكرة كده عن الأمهات اللي هي بالنسبة للطفلة حديث الولادة هل ممكن الأم يعني تفحص طفلها بيعنيها وتشوف إذا كان فيه عيوب خلقية ظاهرية هي تعرفها بنفسها كويس هو ده سؤال مهم جدا هو الاستعداد للأمومة وكذلك للأبوة محتاج تحضير عشان كده هو مفاش واحد يتفاجئ ان هو بقى أب أو بقى تأم في اللحظة عادة الثقافة ديت محتاجة تدريب خلال فترة الحمل يمكن فيه مجتمعات أكثر تطورا من ده عن مجتمعات تانية لكن كويس ان حدك أثرت ده عندنا شقين في المسألة دي الشق الأولاني ان الطفل دلوقتي ينفود ان هو يتولد في بيئة أمينة في المستشفى في حضور طبيب أطفال يتم إجراء عدد مش قليل من الفحوصات الإكلينيكية لتجنب ان احنا يفوت مننا بعض العيوب الخلقية اللي قد تكون مؤثرة بشكل كبير جدا الحياة زي انسداد الخلق للمرين، انسداد الخلق للشرق بعض العيوب الظاهرة زي العيوب الخلقية بتاعت الوجه والحلق العيوب الخلقية بتاعت الأعضاء التنسولية نفس الحاجات ديت بشكل عام اللي عنده القدرة على الملاحظة وده احنا بننصبه جميع الأباء والأمعات ان هم لازم يحاولوا يدوروا على أي حاجة مختلفة في ابنهم هم بيغيروا هم بيتطفوا من بداية الاستقبال بنشوفه زي ما يقول دايما الفحص من الشعر للأصابع القدمين اذا حسنا ان فيه أي حاجة مختلفة لابد على طول من لجوء للطبيب المختص تمام، طيب برضو احنا عايزين نطمن المشاهدين ان بقى جراحة الأطفال اسهل دلوقتي وزل استخدام المناظير طبعا هو جراحة الأطفال اللي مرت في طور من التقدم والتطور السريح جدا 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 وجراحة المناظير تحديدا في جراحة الأطفال بدأت تعتبر في زمن مبكر من بداية جراحة المناظير ودلوقتي يكيد يكون كل العمليات اللي بتجرى بالجراحة التقليدية بتجرى بجراحة المناظير لها مزايهة كبيرة جدا طبعا تقليل الألم، تقليل شكل الجروح، تقليل المضاعفات اللي بعد العملية كمان بدأت تبقى بشكل آخر مع تطور التكنولوجي بقت فيه عندنا فرصة كبيرة لرؤية أفضل من الجراحة التقليدية مع التكبير العظيم اللي بتعمله لكاميرات الجراحة المناظير كمان، طيب وبالنسبة بقى ما اللي بيسمى الوحمة الدموية اللي لما الأم شافتها اللي بي يعني تمتخضى على الطفل أنها حاجة طبيعية كويس، الوحمات الدموية من أكتر حاجات اللي ممكن تشد عين الأسرة عند ولادة الطفل مش من المشهور أنها تظهر في نفس يوم الولادة لكن مشهور أنها تظهر في الأسابيع الأولى بعد الولادة الوحمات الدموية ما هيش نوع واحد أنواع كتيرة جدا بتعتمد على التكوين الأنسجة اللي فيه ممكن يكون شرياني، وريدي، شعيري، ليفي، دهني، لمفاوي أو والأشهر خليط من حاجة أكتر من حاجة منهم عند وجود أي حاجة من دولة بتحتاج طبعا لتقييم إكلينيكي قوي جدا استخدام أشعات بشكل متقدم شوية عشان خطر تحديد أني واحدة فيهم وبداية خطوات العلاج في التوقيت المناسب سواء العلاج الدوائي أو التدخلي سواء بالتدخلات البسيطة أو التدخل الجراحي طيب هل برضو حضرتك كان فيه ناس بيسأل هل الأطفال بيصابوا بالزيدة الدودية؟ أه طبعا الأطفال هيصابوا بكل حاجة ممكن تصيب الكبار تقريبا كل حاجة ويتزايدة دي حاجة مشهورة جدا في سن الطفولة ممكن كده عشان ما منستغربش جدا لما لقي طفلة عنده 3-4 سنين وعنده وزايدة دي بطنة توجعه اه طبعا بيجي في السن ده ومشهور جدا وشان كده من الخطورة ان احنا ما يبقاش في بالنا لانه لو مش في بالنا هنفضل المنتظرين لحد ما يخش في مضاعفات اه طبعا زيدة الدودية موجودة وموجودة في سن بدري يعني ممكن نجلنا كمان في سن بدري عن سن السنة وان كان ده اكثر شهرة في المصاحبة لبعض العيوب الخلقية زي امراض القولون الخلقية طب وإيه حددك العلامات ان الام ممكن تلاحظها على طفلها يكون دايما مؤشر ان عنده مشكلة في الزيجة اه طيب كويس هو مش مطلوب من الاسرة انها تقوم بالتشخيص متروح للدكتور تقول له احنا عنده كذا ولان ده مسألة متقدمة جدا يعني ده بيستغرق زمن طويل جدا من دراسة الطب فمش مطلوب لكن المطلوب ان احنا لو شعرنا باي علامات اه جديدة في الطفل ان احنا نروح للطبيب اه دايما النصحة احنا بنقولها في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي احنا فيه تقدم كبير جدا عندنا اه اه متعب كتير ان تيجي تقدم بتاع الصناعة فيه تلوش فيه ازعاج فيه حاجة كتير جدا لكن فيه تطور خدمي كويس جدا فنروح للدكتور تلاتين مرة ومطلعش ابني عنده حاجة احسن ما اقعد في البيت مرة ويطلع عنده حاجة وروح متأخر فاذا الطفل اللي عنده قلم في بطنه اذا عنده قيء اذا عنده حرارة اذا عنده اسهال اذا عنده امساك بالضرور ان احنا لازم نلجأ للفحص الاكلينيكي لانه الفحص الاكلينيكي بيمثل جزء كبير جدا من التشخيص والتالي من الصعب انها تفوت على الطبيب لكن سهل او انها تفوت على الاسرة طب احد المشاهدات بعدت لنا بتقول ان بنتها كان عندها مشكلة في المريق بعد الولادة على طول بعدها بتاليهم بحالي اسبوعين وعملت عملية في المريق فهل بعد كده هل المريق بتقول ان هو هينمو طبيعي والبنت هتقدر بعد كده تاكل اكل صلب ولا يبقى فيها عندها مشكلة البيت عندها اسبوعين بتقول كويس هو غالبا المشكلة لوجهة الابنة العزيزة ديت ان كان عندها نوع من الانواع الانسادة الخلقية للمريق مع وجود نصور او عدم وجود نصور الانسادات الخلقية للجهاز الهضمي كلها موجودة في المريق في المعدة في الاثنى عشر في الامعاء الدقيقة كل الجزء الشرج الاصلاح بتاع العمل الخلقية ديت قد يكون على مرحلة واحدة ويبدو ان الابنة العزيزة كانت محظوظة بشكل كافي انها تقدر تخضع الجراحة على اصلاحها لمرة واحدة ودولة يعني في اغلب الاحوال هتعيش حياة طبيعية سليمة جدا جدا بدون اي مشكلة مع درجة نمو كويسة في بعض الاحوال بتبقى الامور اكثر تعقيدا وبتحتاج الاصلاح على مراحل واحيانا بتحتاج الاستبدال للمريق خالص لان المريق بيبقى غير موجود ويحتاج العملية اللي بتسمع بزرع المريق طيب جلنا برضو حد احد المشاهدين بيقول ان ابنه عنده ست سنين وعند انسداد بين الحالب والحود فراح للدكتور والدكتور طلب بينه وظائف كلا فلاقها طبيعية فبيقول ده هل ده محتاج تدخل جراحي كويس برضو احد العيوب الخلقية الشهيرة جدا انسداد الخلقي لحود الكلا الكلية هي بتمثل الجزء الوظيفي لفلترة الدم وافراز البول في منطقة التجميع اللي هي حوض الكلا وبعدين ينزل من حوض الكلا لجيء الحالب عند منطقة الالتقاء سهل جدا ان يكون فيه الديق او الانسداد الكامل وصول سن ست سنوات لازم يحتاج تقييم كبير جدا الوظائف كلا مش هتتأثر الا اذا كان التأثير على الجانبين لكن الكلية واحدة قادرة على انها تقوم بالوظائف الكلا بشكل طبيعي جدا وبالتالي محتاج انه يعمل عدد من الفحوصات تشمل الموجات الصوتية تشمل المسحة الذرية تشمل كبير حس ان احنا يتم تقييم وضع الكلية دي لوحدها عامل ازاي ودرجة الانسداد بتاعته ازاي فغالب الاحوال بيحتاجوا طبعا اصلاح جراحي طيب كان برضو السؤال من احدى المشاهدات بيتقول ان ابنها عنده ست شهور ومن اول ما تولد هو عنده امساك مزمن وضيق في فتحة الشرج فده برضو العالم محتاجه للحوال الجراحي انا عايزين نجاوب العوبة على السؤال دوت وبعد كده نخش على الامساك لان وقته البرنامج خلاص قرارب طيب جميل جدا هو طبعا ده موضوع كبير جدا القولون يمثل احد المناغصات الشهيرة جدا للعالم يعني ايه يعني كثيرين جدا حوالين العالم بيعانوا من الامساك نتيجة تغير نمط الحياة اللي موجود بدأت من عند الخمسينات القرن اللي فات ولازالت بتزداد في العالم كله مش بس في المجتمع بتاعنا تغير نظام الاكل ونظام النوم لما نيجي نقول ايه احسن طريقة الحياة طريقة الحياة بتاعت جدودنا اللي كانوا موجودين من 150 سنة موعيد النوم وموعيد صحيانه من نظام اكلهم هتلاقي دينة تبقى مظبوطة جدا الامساك ملغص على الحياة يعني يمكن واحد يبقى عنده مشاكل كتيرة جدا في بيته ومع جرانه في شغله ومع زميله ومشكلته الوحيدة انه عنده امساك بيدخل حمام كل يوم او بس هو ما بيفرغش 100% من الكاميرا الفودي يفرغها في اليوم بتاعه فبالتالي هو عنده مصنف كمريض امساك لو بدأ ياخد علاج مظبوط وينظم وضوحات وتتغير ويتحول لشخصية لطيفة جدا ومرحة جدا العيوب الخلقية كتير جدا اللي بتمثف القرون عشان كده لابد مراجعة جراح الاطفال للتأكد من عدم وجود العيوب الخلقية الاشترك بجميع اصنافها ودولة انواع كتيرة جدا ما هماش ابيد وسود ده فيهم يعني الوان كتير نطبع ان احنا ما عندناش بعض العيوب الخلقية لقولون زي نقص الخلال العصابية وبعض الامراض الخلقية الاخرى في القولون زي مش موجود بنبتدي نتعامل معاك المساك المكتسب المساك الاولي وده برضو ما هواش مسألة بسيطة لان زي يقولنا ده بيؤثر على واحد من كل تلت بني ادمين تقريبا في الحياة الجديدة ومناغس كبير على الحياة تمام طيب هل يعني عايز اقول ايه في اكلات معينة لامة تأكلها للطفل بحيث انها تتجنب الامساك كويس هو دايما النصيحة الاساسية هو ان التربية الغذائية جزء مهم جدا من التربية فالطفل عند مراحل النمو بتاعته طبيب الاطفال دايما بيعمل ارشاد ليه كان النهاردة لحد سن ست شهور هنبقى رضاعة فقط طبيعية او صناعية بعد كده هنبدأ ندخل الاكل طبعا الخضروات بتبقى ايه بتادي ايجي دورها لازم بتادي نزود المكونات الغذائية عشان خاطر نحافظ على تغذية الطفل في الفترة دية احنا بنستخدمها بنستخدمها بشكل متباعد علشان نقدر نكتشف ايه من الاكل ممكن يكون بيؤثر على حركية الجهاز الهضمي للطفل اللي موجود عندنا بالسلب بالامساك بغيره فيقدر تجنبها على المطلق الاطعامة الاصلية للمجتمع بتاعنا اللي كان معروفة لجدودنا غالبها امن جدا فيش عندنا مشكلة غالب الاطعامة المصنعة عندها مشاكل كتير جدا في استجابة الجهاز الهضمي لها تمام كل دي معلومات مفيدة استفدنا للنحياة كلنا منها بنشكر الاستاذ الدكتور محمد الديبيكي استاذ جرحت الاطفال واصلح العيبة الحلوخية كليته الطب بجمعة عين شمس هنطلع فصل ونرجع نستقبل الطفلة الفائزة في مصابة اطفال ايجيب